في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم أنابى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة أنابى الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إقليل من الظهور على النصب التفكري لشهداء القوات المسلحة وقام القائد العام لقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الظهور على النصب التفكري للجندي المجهول في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والتي توافق ذكر استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969 أناب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إقليل من الظهور على النصب التفكري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع بقة من الظهور على النصب التفكري للجند المجهول سلام الشهيد سلام زيناء كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من قدام القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة اشتركوا في القناة